يشهد برنامج التدريب الصيفي 2019 الذي تنفذه دائرة الموارد البشرية بالشارقة بالشراكة مع جهات حكومة الشارقة إقبالا من طلبة المدارس والجامعات حيث يشارك هذا العام 312 طالبا وطالبة من مرحلة الثانوية وطلبة الجامعات والكليات من مختلف التخصصات ويتمثل بإيطاحة فرص تدريبية للطلبة في كافة القطاعات الوظيفية بالجهات الحكومية بهدف شغل أوقات فراغ الطلبة بما هو مفيد لهم ولمجتمعهم تواصل دائرة الموارد البشرية بإمارة الشارقة تنظيمها لبرنامج التدريب الصيفي الذي انطلق منتصف يوليو الحالي ويستمر لمدة أربعة أسابيع بمشاركة 30 دائرة ومؤسسة حكومية في الإمارة بناء الشراكة الاستراتيجية بين دائرة الموارد البشرية ودائرة المقصادية قامت الدائرة بتدريب عدد من طلبة المدارس والجامعات بهدف تأهيلهم لبيئة العمل مدة البرنامج أربعة أسابيع حيث تم توزيع الطلبة على مختلف الإدارات والأقسام وفي نهاية البرنامج سنقوم بتكريم الطلبة والطلبة المدارس والجامعات بهدف تشجيعهم على العمل وعلى تدريب في مختلف الدوار الحكومية استفدت هنا في التدريب الصيفي الأرشفة الإلكترونية وعمل لوحات الألانية التجارية والتنزيلات والتخفيضات والسوال في السحبات استقبلنا عدد من المتدربات في التدريب الصيفي تم تدريبهم على إدخال الإجازات الموظفين إعداد من يهمه الأمر إدخال الدورات التدريبية في النظام ومتابعة حضور انصراف الموظفين ويسعى البرنامج إلى تطوير وسقل شخصيات الطلبة من خلال احتكاكهم ببيئات العمل المختلفة بالإضافة إلى تنمية الشعور بالمسؤولية وإكسابهم الخبرات والمهارات التي تساعدهم مستقبلاً على الانخراط في الحياة العملية حيث يشكل التدريب فرصة مثالية لتعزيز ثقة الطالب بنفسه وتكوين تصور مبدئي عن الاتجاه الأكاديمي المناسب له وتهيئتهم لدخول عالم الوظائف والأعمال تم تقريباً تدريب عدد خمس من المتدربين والمتدربات من طلبة وطالبات المدارس والجامعات في هذه الدولة المباركة وتم تعليمهم على مهارات مثلاً في السكرتاريا وطرق التواصل مع الجمهور وكذلك في مهام إدخال البيانات وأيضاً في مهام الأرشفة وكيفية طرقها شاركت في البرنامج الصيفي هنا في دارة الثقافة تعلمت إدارة الوقت وتنظيم الوقت وكيفية تحمل المسؤولية شاركت في دارة الموارد البشرية وتم تدريبي في مسجد الشارقة القرى والسنة النبوية وتعلمت من الفريق روح التعاون روح العمل وتم تدريبي في قسم الشؤون التعليمية وتعلمت منهم كيف نظم المواعيد وكيف نظم الشغل دائرة الموارد البشرية وضمن أهدافها ورؤيتها تحرس سنوياً على تنظيم برنامج التدريب الصيفي خلال فترة الصيف للطلبة لتشكل حلقة وصل بين الطلبة والجهات الحكومية وتساعدهم في الحصول على فرص التدريب الصيفي الملائمة لهم وتهيئهم لدخول مجال العمل بجودة وكفاءة اشتركوا في القناة